السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلاب الصف العاشر النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض الجداول المزدوجة وهنشرح كمان الجداول المزدوجة في الحياة اليومية تابعوا معايا شرح بعض الفاصل انا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود اهلا بكم عزائي الطلاب من جديد طبعا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة لو انتم لسه اول مرة تزور القناة وكمان اعمل لايك للفيديو وشاركه مع كل اصحابك وما تنساش اكتب لنا تعالج جامل منك تحت الفيديو يلا بينا نبدأ الشرح النهاردة هنتكلم على الجداول المزدوجة يعني ايه جداول مزدوجة الجداول المزدوجة دي هي عبارة عن تكرارات لنتائج مجموعتين او اكثر من البيانات يعني ايه يعني مثلا بيكون عندي نوعين من البيانات او اكثر من نوعين فبالتالي بيكون عندنا جدول مزدوجة زي الجدول اللي موجود قدامنا دلوقتي الجدول ده بيبيانني نوعين من البيانات النوع الاول الذين يضعون الحزام والنوع الثاني الذين لا يضعون حزام الامان وعندي طبعا هنا في الرجال والنساء تمام ومن الجدول ده نقدر نجاوب على اسئلة كتير زي مثلا لما يجي يسألني عدد الرجال الذين يضعون حزام الامان فاقول له والله الرجال الذين يضعون حزام الامان عددهم عشرة فبكتب هنا عشرة وكمان عدد النساء التي يضعن حزام الامان هما ستة سوف قد النساء هنا يضعون حزام الامان عددهم ستة عدد الرجال الذين لا يضعون حزام الامان الرجال الذين لا يضعون حزام الامان كام اربعة فبنكتب هنا اربعة وعدد النساء التي لا يضعن حزام الامان عددهم ثلاثة وكمان ممكن نضيف حاجة اسمها المجميع الافقية والرأسية يعني ايه يعني مثلا الرجال ممكن نجمع عدد الرجال عشرة زائد أربعة أربعتاشر ده مجموع أفقي للرجال والنساء ستة وتلاتة تسعة بعدد النساء تسعة وعدد الرجال أربعتاشر أما عدد الأشخاص الذين يضعون حزام الأمان من الرجال والنساء لو جمعناهم عشرة زائد ستة بيديني ستاشر ولو جمعنا الذين لا يضعون حزام الأمان أربعة وتلاتة يدينا سبعة دي بنسميها المجميع الأفقية والمجميع الرأسية لما يجيسأني عدد الرجال المستطلعين في الدراسة الرجال كام الرجال اربعتاشر طب وعدد النساء كام تسعة طب عدد الاشخاص رجال والنساء الذين يضعون حزام الامان الذين يضعون حزام الامان ستاشر تمام والذين لا يضعون حزام الامان سبعة ولو عايزين العدد الكلي يبقى نجمع الرجال والنساء يبقى اربعتاشر زائد تسعة في الديني تلاتة وعشرين شخص تم دراستهم في هذه الدراسة تعالي نشوف كده تمارين مع بعض اجرى معلم دراسة مسحية ليعرف عدد طلاب صفي التاسع والعاشر الذين يستخدمون اليد اليسرى في الكتابة يبين الجدول المزدوج التالي النتائج دي النتائج طبعا زي ما انتم شايفين الصف التاسع فيه تسعة بيستخدموا اليد اليسرى وتلاتة وتلاتين بيستخدموا اليد اليمنى ولو حبينا نجمعهم تسعة زي تلاتة وتلاتين يدينا اتنين واربعين وده عدد طلاب الصف التاسع كلهم وعندي الصف العاشر اللي بيستخدمه اليد اليسرى ستة واللي بيستخدمه اليد اليومنا اتنين واربعين ولو جمعناهم ستة زال اتنين واربعين يديني تمانية واربعين وده عدد طلاب الصف العاشر ايضا لو انا حبيت اعرف مين اللي بيستخدم اليد اليسرى في التاسع والعاشر نقدر نجمعهم يطلعوا خمستاشر شخص واللي بيستخدم اليد اليومنا في التاسع والعاشر برضو هيطلعوا خمسة وسبعين شخص لو عايز اعرف عدد الطلاب الكلي بجمعهم مع بعض بيطلعوا تسعين شخص اللي هو عدد الطلاب في الصف التاسع والعشر. هنا بقى بيضاء يسألني كم طالب من طلاب الصف التاسع يستخدم اليد اليسرى. الصف التاسع اللي بيستخدم اليد اليسرى تسعة. كم طالب من طلاب الصف التاسع يستخدم اليد اليمنى اليمنى تلاتة وتلاتين. اي يد يستخدم طلاب الصف العشر اكتر اليمنى ام اليسرى. طبعا الصف العشر واضح جدا انه بيستخدم اليمنى اكثر. ما اكتب له هنا اليمنى. كم طالبا من صفي التاسع والعاشر شاركوا في الدراسة? زي ما اتفقنا. اللي شاركوا في الدراسة كلهم تسعين طالب لوعدة طلاب الصف التاسع والعاشر. ممكن يجيب لي بيانات وبعد كده انا نظمها في جدوى المزدود. ازاي? بيقول لي سؤلها مجموعة من الطلبة عن الموضوع الاكثر تفضيلا لديهم بين الجبر والهندسة. ويبين الجدول التالي اجاباتهم. طبعا انا عندي طلاب هنا سليمان وعلي وسعيد. طبعا ضلى الذكور. ومونة انثة. يبقى ممكن نحط على الذكور علامة صح عشان نفرق بينهم. يبقى سليمان وعلي وسعيد. مونة طبعا انثة. هارون. مريم لا. زهير. احمد. نوال لا. سناء لا. رقية لا. لا لا لا. يبقى دي الزكور اللي عندي. كم ذكر? ستة. والاناس واحد اتنين. ثلاثة اربعة خمسة ستة. وستة اناس. امتاز. تعال بقى نظمهم في جدول. انا عندي الذكور. اول حاجة الذكور اللي هو سليمان وعلي وسعيد وهارون وزهير واحمد. كم واحد فيهم بيحب الجبر? علي بيحب الجبر وسعيد بيحب الجبر وهارون بيحب الجبر واحمد بيحب الجبر. يعني اربعة بيحبوا الجبر من الذكور. اما اللي بيحبوا الهندسة عندنا سليمان وعندنا زهير. فقط. يبقى ازا اتنين بيحبوا الهندسة. طيب بالنسبة للاناس زي ما انتوا شايفين الاناس اللي بيحبوا الجبر اتنين بس اللي هو نوال وليلة. اما اللي بيحبوا الهندسة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة اللي هما منا ومريم وسنا ورقية. بعد ما عملنا الجدول نبدأ بقى نطلع المعلومات المطلوبة. يقول لي هنا اكتب جملة تلخص فيها ما يمكن قراءته من الجدول. واضح جدا من الجدول ان الذكور بيحبوا الجبر اكتر من الهندسة والاناث بيحبوا الهندسة اكتر من الجبر. يبقى يفضل الصبيان الجبر بينما يتفضل الفتيات الهندسة. تعالوا نشوف الجزء التاني من الدارس وهو الجدول المزدوجة في الحياة اليومية. يعني مثلا الجدول اللي قدامي ده بيبين عدد السكان في العالم سنة الفين وتمانية. وعدد السكان المتوقع لسنة الفين خمسة وعشرين ولسنة الفين وخمسين. يبقى ده جدول مزدوج لانه بيعرض لي اكتر من معلومة عدد السكان في الفين وتمانية وفي الفين خمسة وعشرين المتوقع وفي الفين خمسين برضو. تعالوا نشوف الأسئلة يقول لي ما عدد السكان العالم عام 2008 العالم عام 2008 ده عدد سكانهم اللي هو 6 مليار و 705 مليون فنكتب الإجابة 6 مليار و 705 مليون نسمة كم يتوقع أن يزيد عدد السكان العالم عام 2025 عام 2025 السكان أصبحوا 8 مليار وعشان أعرف الزيادة لازم أطرح الرقمين دول من بعض إذا أطرح 8 مليار ناقص 6 مليار 705 مليون هتطلع الإجابة مليار و 295 مليون بعدين السؤال جين بيقول ما النسبة المقوية لعدد السكان الذين يعيشون في آسيا عام 2008 طبعا النسبة المقوية في آسيا يبقى أنا هركز على آسيا في سنة 2008 اللي هو العدد ده اللي هو 4 مليار و 52 مليون وعشان أجيب النسبة المقوية بأسم العدد المطلوب على العدد الكلي اللي هو عدد سكان العالم واضربها في 100 على 6 مليار و 705 مليون واضربها في 100 هتكون بالشكل اللي انتم شايفينه ده واتطلع الإجابة 60.4 يعني تقريبا 60% يبقى عشان تحسب النسبة المقوية بتقسم العدد المطلوب على عدد الكل وتضربه في 100 بعدين بيقول لي في دال أي قارة يتوقع أن ينقص عدد سكانها عام 2025 مقارنة بعام 2008 لو احنا لاحظنا قارة افريقيا زادت قارة امريكا الشمالية زادت قارة امريكا اللاتينية أيضا زادت آسيا زادت ايضا اوروبا هي الوحيدة اللي قالت ان هنا 736 مليون هنا 726 مليون هي الوحيدة اللي قالت يبقى هنقول له ان القارة اللي قال عدد سكانها او يتوقع ان عدد سكانها بيقل هي طبعا قارة اوروبا بيسألني هنا بقى ما عدد سكانها دي القارة في عام 2025 هنقول له 726 مليون ما مقدار النقصان يبقى نطرحهم من بعض يبقى الاجابة هتكون الاجابة اوروبا اللي قارة اوروبا بعدين عدد سكان هو 726 مليون في عام 2025 وبعدين عشان اجيب النقصان لازم اطرحهم من بعض هتطلع الاجابة 51 مليون ده مقدار النقصان اللي تم في قارة اوروبا تعالوا نشوف السؤال كمان من 82 اتنينها في كتاب الطالب بيقول لي هنا يبين الجدل التالي المسافات المقطوعة بالكيلومترات بين بعض المترات العربية بيقول لي اوجد المسافة بين مسقط وكل مدينة من المدن الاتية مثلا بين مسقط ودبي ادي مسقط هي وادي دبي المسافة بينهم كام 350 كيلو يبقى دي الاجابة الاولى طيب مسقط وعمان ادي مسقط هي وعمان هنا ليه 2368 كيلو طيب بعدين مسقط والرياض ادي مسقط هي ولو دورنا هنا على الرياض مش هنلاقيها يبقى بنتطر ان انا اسيب الصف واروح للعمود ادي مسقط هنا وارضة هي وانزل تحت الحد مروح للرياض ادي الرياض اهي يبقى الرياض ومسقط المسافة منهم 1184 كيلو بعدين بيقول لي ايهم اطول رحلة من الدوحة الى دبي ام رحلة من مسقط الى الشارقة والله من الدوحة الدوحة موجودة تحت هي الى دبي 382 كيلو اما من مسقط الى الشارقة من مسقط الى الشارقة 338 كيلو يبقى طبعا الرحلة من الدوحة الى دبي اكبر لان المسافة بتاعتها اكبر بعدين بيقول لي ما المسافة كلية للطيران ذهابا وايابا من عمان الى الدوحة. فين عمان ادي عمان اهي? وفين الدوحة لو مشينا كده هتلاقي ان الدوحة هنا. هو قليل مسافة ذهابا وايابا. يعني هنجمعها مرتين. يعني هنقول الف ستمية خمسة وتمانين زائد الف ستمية خمسة وتمانين او نضربها في اتنين. خمسة وخمسة عشر سفر معانا الواحد. تمانية وتمانية ستاشر واحد سبعتاشر سبعة ومعانا الواحد. ستة وستة اتناشر واحد تلاتاشر تلاتة ومعنا الواحد واحد 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 يديني تلاتة يعني الإجابة تكون تلاتتلاف تلتمية وسبعين كيلو هنا بيقول لي إذا حلقت طائرة بسرعة ستميت كيلو متر في الساعة فما الزمن الذي ستستغرقه لتطير من أبو ظبي إلى صنعاء أبو ظبي فين أبو ظبي أدي أبو ظبي هنا هي إلى صنعاء صنعاء اللي هي دي الف أربعمية همسة وسبعين كيلو طيب دي المسافة هو أعطيني السرعة وعايز مني الزمن والزمن بكل بساطة إن أنا بأسم إيه بأسم الصرعة يبقى لو أنا عايز الزمن بأسم المسافة على الصرعة طيب المسافة اللي هي كام المسافة اللي هي ألف وربعمية خمسة وسبعين على الصرعة الصرعة اللي هي كام اللي هي ستمية وأسمها بالآلة وأشوف الناتج كام هتطلع الإجابة اتنين فاصل ستة واربعين من مية تقريبا هو بيقول لي هنا قرب الأقرب عدد صحيح من الساعات العدد الصحيح طبعا اللي هو الاتنين هنبص للاربع الاربع فقيرة ما تعطي يبقى تقريبا اتنين ساعة في كده يبقى خلصنا شرح درس اليوم يارب يكون الفيديو نالي عجبكم ما تنسوش تدعمونا في القناة بكتاب التعليق جامل منك والاشتراك فيها يلا سلام اشتركوا في القناة 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 ولا